أما بعد فإن علما نحو علم شريف فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتبكرون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتلا بهداه أما بعد فنحن اليوم إن شاء الله مع درس ماء الحجازية من أين جاءت لنا ماء الحجازية هذه وكلمة الحجازية هي نسبة إلى كلمة أهل الحجاز من بلاد الحجاز السعودية الجزيرة العربية طيب تسميتها بماء الحجازية لأن هناك ماء الثانية نسميها ماء التميمية طيب يقولون إن ما الحجازية هذه أو هناك حروف تسمى الحروف المشبهة الحروف المشبهة بليس يعني تعمل نفس عمل ليس ماذا تعمل ليس لو عندك ما هنا أو ليس وهي طبعا من أخواتي كان يكون المبتدأ اسم لها صح صح أو لا لا طيب ويكون الخبر خبرا لها منصوبا هذا هو فهذه ما هذه ما المشبهة بليس يعني تساوي ليس تساويها في ماذا في شيئين يا شباب تساوي ليس في المعنى وفي العمل ساوي ليس في المعنى وفي العمل وسميت بماء الحجازية لأنها جاءت على لغة أهل الحجاز الذين على لغتهم وعلى لهجتهم نزل القرآن فهذه أفصح وعكسها يا أحمد ماء التميمية ما التميمية لا تعمل شيئا يعني ما التميمية ما بعدها سيكون مبتدأا مرفوعا والخبر خبر مرفوع لكن في ماء الحجازية لا ماء الحجازية بعدها اسم لها مرفوع والخبر ها منصوب تمام يعني عندما نقول مثلا السهر هنا مثلا مفيد هذا نحو الأستاذي ما رأيك نحو السهر مفيد فإذا دخلت ما سنقول ما ما السهر مفيد منصوب هنا سنقول مفيدا واضح هذا ما السهر مفيدا هذه هي فكرة هذه هي فكرة ما الحجازية طيب هذه فكرة ما الحجازية طيب طيب هل ما الحجازية أو ما هذه تعمل على طول الخط ولا لها شروط قالوا لا لها شروط ما شروط عملها ما شروط عملها حتى تعمل ما هذا العمل وتكون مشبهة بليس طبعا الحروف مشبهة بليس عندنا ما هذه وعندنا إن طبعا إن وما ولا ت لا ت لا تلحين حين مناص تمام لكن هذا تدرسون وفيما بعد إن شاء الله لا نتكلم عن الحروف مشبهات بليس لأن معناها النفي وعملها كعمل ليس فلذلك شبهت بليس وإلا فهذه ما الحجازية وليس والمشبه بليس كله هو يدخل تحت عمل كان رأس كدر ما شروط عمل ما الحجازين هناك يعني من يقدم هذه الشروط بأمر سهل ما هو أن يكون المبتدأ والخبر أغل في الفيديو الشيء الشروط عمل منح الجزية أن يكون المبتدأ والخبر كما هو ما معنى كما هو يعني لا يحصل تقديم وتأخير خلاص لا يحصل تقديم وتأخير يكون المبتدأ والخبر في مكانه طيب هذا الشرط كيف نقوله هنا يقولون هنا الشرط الأول أن لا يتقدم يعني مثلا نحن في الجملة إذا جاء فيها مثلا جر مجرور الطالب في الفصل ممكن نقول في الفصل الطالب أو في الفصل طالب ينفع هنا أن ندخل ما الحجازية فنقول ما في الفصل طالب ونقول هذه ما الحجازية لا إذا حصل هنا التقدم أن الخبر تقدم على المبتدأ فهنا ما لا تعمل هنا بطل عملها لا تعمل إذن الشرط هنا أن لا يتقدم كما رأيتم هنا السهر هو المبتدأ ومفيد أنه الخبر دخلت ما فعملت هذا اسم ما هذا خبرها طيب هذا الشرط الأول الشرط الثاني قالوا أن يبقى نفيها أن يبقى نفيها هي ما هنا أخواتي مشبهات بليس تدل على النفي تدل عليش النفي فنحن نريد أن يبقى هذا النفي يعني الجملة تبقى على حالها وكذلك أيضا النفي يبقى على حاله كيف نقول هذا قالوا هنا ألا ينتقض النفي بها ألا ينتقض يعني ألا ينهدم وكيف ينهدم النفي بها طيب كيف ينهدم إذا جاء مثلا ما وجاء بعدها إلا فألا ينتقض النفي بها بإلا مثلا إذا انتقض بإلا وسأبين لكم مثالا الآن فلا تعمل فلا تعمل يعني مثال ذلك مثلا محمد محمد رسول يعني يعني مثلا خلنا في جملة أخرى عندما نقول مثلا ما وهنا محمد كاذب عشاه صلى الله عليه وسلم فنقول هنا ما محمد أكمل ما محمد كاذبا طيب هل تعال هنا لو قلنا ما محمد إلا إلا رسول انتقض النفي ولا لا هل هنا نحن نقول هو ليس رسولا لا انتقض النفي بل هنا نحن نثبت ونؤكد أنه ليس إلا أنه رسول فهمت هذا فانتقض يعني انهدم النفي فهمت الشرط الثاني هذا إلا إلا إذا جاء نفي وإلا هذا دل على الحص ما أنت إلا نذير يعني أنت نذير فقط ما محمد إلا رسول يعني هو رسول فقط فهذا الأسلوب الذي هو ما وإلا فهنا هذا النفي انتقض هذا النفي انتقض يعني إن هذا ما وتهب إذا انتقض خلص لا نكون محمد إلا رسولا لا خلاص مرحوم هذا نعم مبتدأ أخر طيب ما نافية ونأكل لست حجازية ما نافية محمد مبتدأ وإلا حرف استثناء ونحن مفرع لا يعمل ورسول خلاص مرحوم الشرط الشرط الثالث وبعضهم لا يذكره لكنه ذكر عندكم هنا في الكتاب الشرط الثالث ماذا قلت يا محمود لا ألا يقترن اسمها ألا يقترن لماذا قلت هنا ألا يتقدم ألا ينتقض ألا يقترن لماذا لماذا هذا فعل مضارع لماذا نصبته يلا نخرج قليلا ثم ناود هذا فعل مضارع ممسوم ما الذي نصبه هم هل 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 لم 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 التعليل أين لم التعليل يا عمر فكك 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 أن لهذه ستكون إيش لن لا في أن لا أن يقترن طب إذا دخلت لا هنا ما يتغسل شيئا واضح هذا أن التي أضغمت النون التي أضغمت في اللام هذا لا يشكل أن لا يقترنا أن لا ينتقضاه أن لا يتقدمان هذه فائدة النحو من أدوات من أدوات النصب من أدوات النصب من أدوات النصب أن أن عملت لا لم تؤثر لا هنا لما جاءت لا هنا لم تمنعها من الوصول إلى عملها وصلت إلى عملها أو لا وصلت وعملت بس لكن نحن في الكتابة هذه النون ستضغم مع اللام ستضغم مع مع اللام هكذا ستكون شدة هنا بس سيقال أن لا يقترن وضع هذا طيب الشرط الثالث أن لا يقترن اسمها بإن بإن الزائدة يعني إن هنا لس لها معنى هي زائدة بإن الزائدة مثال ذلك قال ما يعني هنا اسمها في جملة السهر مفيد السهر مفيد طيب يقترن اسمها بإن يعني يقول إن السهر مفيد فنقول في جملة هنا ما إن السهر مفيدا ولا ما إن السهر مفيد مفيد لماذا صح لماذا لأن إن هذه لا إن هذه إن هنا قال إن زائدة لا 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 إن زائدة يعني كأنها غير موجودة صح كأن إن هذه غير موجودة لكن مع ذلك هي موجودة لأنها منعت ما عن الوصول للعمل لأن الشرط هنا ألا يقترن يعني ألا يكون اسمها معه إن الزائدة واضح هذا واضح طيب كنت أقرأ في هذا أستاذ لا أفضل الله دايما ما يقولون بيت الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولكن أنتم الخزف تعال هذا بني غدانة أما هذا خراشة بني غدانة ما إن أنتم ذهب ونصريف ولكن أنتم الخزف قالنا نعم ما إذ أنتم ذهب هذه هنا إيش أنتم ذهب فقل لهم بني غدانة ما إن أنتم ذهب يعني لستم ذهبا لكن هنا قال ما إن أنتم ذهبا ولا ذهب لماذا ذهب لأن ما هنا بطل عملها سبب إن زائد نتيجات مع مع اسمها واضح هذا بني غدانة يعني يكلم هؤلاء القوم كده يهجوهم فأنتم لستم شيئا بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف أنتم كالخزف تعلمون الخزف الصين يعني الصين صح الصين هذا الطبق المعلقة الخزف هذا يعني بالنسبة للذهب لا قيمة ذلك فإن النبي صلى الله وعلى وسلم يقول الناس معادن الناس معادن هناك معادن غالي ومعادن رخيص مرة ثانية يا عمر هذا الدرس يتكلم عن ماء الحجازية نحن كنا نتكلم عن كان وأخوات كان ودرسنا بعدها درس هذا وأخوات وقلنا إنه يعمل عمل كان لكنه فوصل بباب مستقل نظرا لوجود هذه التفاصيل الكثيرة الخاصة به بعد أن انتهينا منه دخلنا على درس ماء الحجازية وهذا تجدونه في كتب النحو تحت عنوان الحروف المشبهة بليس ليس من أخوات كان صح طيب فإذن ليس ولاة وحتى إن وغيرها هذه تدخل على الجملة الإسمية فيكون اسمها مرفوعا وخبرها منصوبا مثلا لا مثلا ليس لكن لا شروط هذا الذي جعلهم يفردونها بباب أيضا قلنا حجازية نسبة إلى أهل الحجاز الذين على لغتهم نزل القرآن يعني في كثير من القواعد يأتي القرآن موافقا للغة الحجاز تمام بخلاف ما التميمية ما التميمية لو جاءت ما التميمية هنا نجب إلا بني تميم فنقول ما السهر مفيد ما السهر مفيد طيب شروط عمالها أن يكون الخبر ومتدى كما هو ما حصل تقديم وتأخير ولا شيء إن حصل تقديم وتأخير لا تعم طيب طيب لا تعم فنقول هنا أن لا يتقدم الخبر على المقتل الشرط الثاني أن لا ينتقب النفي الذي هو نفي ما أن لا ينتقب إلا إذا جاءت ما بعدها إلا نقطت النفي يقال سلبت يعني لو كان هنا نفي فدخلت إلا ستسلب هذا النفي خلص وبينت لكم هذا ما محمد كاذبا هذا نفي لو قلنا ما محمد رسول هذا نفي إنه رسول مع ذا الله إما محمد إلا إلا رسول هذا تأكيد واضح هذا نفي هذا نفي المعنى طيب نتبه طيب بعد ذلك لا ننتقل النفي بها بإلا ألا يقترن اسمها بإن الزائدة ما إن السهر مفيد لنقول مفيدا وقلت لكم بيت الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزفون تعالوا لنقرأ الدرس سويا إن شاء الله وتعالى و مفيدا زيادة انتهى الدرس يا محمد ماء الحجازية الشارع وزدحم هذه جملة اسمية ما الشارع مزدحم هذه ما هنا عاملة وهي ما الحجازية ما إن الشارع مزدحم هذه هنا ما مهملة بطل عملها لماذا بطل عملها لدخول إن الزائدة على اسمها طيب المطر غزير ما المطر غزيرا انتبه شوف ما المطر غزيرا لو قلنا ما المطر غزير لا لا ما المطر غزيرا يعني هكذا هو نطق هكذا على لغة لكن لغة الحجاز أفصح وبها جاء القرآن كمسيلا الآية في المت هنا المطر غزير ما المطر غزيرا ما المطر إلا غزير هذه مهملة السحب كثيفة نعم يا عمر نعم لم أسمع شيئا يا أستاذ ما لش السحب كثيفة ما السحب كثيفة ما كثيفة السحب السحب عفوا ما كثيفة السحب ما الذي حصل هنا حصل تقديم وتأخير خيب حصل تقديم تقدم ما الذي تقدم الخبر خيب من هذا الجدول تعرف أن ما حرف هنا في قد دل على قد دخل على المبتدئ والخبر فرفع المبتدئ وجعله اسما له ونصب الخبر وجعله خبرا له وما لا تعمل هذا العمل الذي هو عمل ليس إلا في لغة الحجاز فقط أما في لغة تميم فلا تعمل شيئا ولذلك تسمى ما النسخة هذه الحجازية الثاني يشترط لإعمال ما عمل ليس في لغة الحجاز ثلاثة شروط الأول أن لا يقترن اسمها بإنزة إذن الثاني أن لا ينتقض نفي خبرها بإلا الثالث أن لا يتقدم خبرها على اسمها فإن تخلف شرط من هذه أهملة ما فلا تعمل شيئا في المبتدئ والخبر كما في أمثلة النهر الثالث التي هي هنا مجيء ما مهملة العمود الثالث الذي هو فيه إن الشارع مزدحم من مطر إلا غزير ما كثيفة الخلاصة أن ما الحجازية يدخل على المبتدئ والخبر فترفع المبتدئ وتنصب الخبر ويصير المبتدئ اسمها والخبر خبرها هي حرف نفي الناسخ يعمل عمل ليس في لغة أهل الحجاز الثاني أنه يشترط لعمل ما عمل ليس أن لا يقترن اسمها بإن الزائدة وأن لا ينتقد نفي خبرها بإلا وأن لا يتقدم خبرها على اسمها فإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة ترى نسمها بإن الزائدة أو انتقدنا في خبرها بإلا وتقدم خبرها على اسمها وهملت ولم تعمل شيئا في المبتدئ أو الخبر ويظل المبتدئ مبتدئا والخبر خبرا للمبتدئ قال صاحب الأزهرية ما الحجازية نحو قال تعالى ما هذا بشرا هذا في القرآن هذا نصر لغة أهل الحجاز هذا هنا اسم إشارة مبنى في محل النصب اسم ما الحجازية بشرا خبر ما الحجازية منصوب طيب ولو قيل أو ولو كان ما هذا بشر سيكون هذا موفقة للغتي تمين ما نفيه هنا في العراب العراب قول الله تعالى ما هذا بشرا ما نفيه تعمل عمل ليس في لغة أهل الحجاز وهي مبنية على السكون إلى محل لها من العراب هذا اسم إشارة مبنية على السكون في محل الراف اسم ما ليس مبتده بشرا خبر ما منصوب على متصب الفتحة الظاهرة التدريبات الآية المجتملة على مال الحجازية في محل فضلوا حفعل لك هاته الاسم ما وخبر ما يا محمود ألم أقول لك إذا جاءك المبتدى والخبر وراجع الدرس المبتدى والخبر إذا جاءك مثلا كما قلنا ما كتبنا هذا المثال على السبور إذا قلنا ما في الفصل طلاب خلاص تقدم الخبر هنا ما لي للظالمين حصل تقدم هنا وكذلك ما علينا طيرت لكم ثلاثة احتمالات يعني الثاني والثالث والرابع ليس هو المطلوب الأول تعالى في الأول ما أين المبتدى والخبر قبل دخول ما هن إيش أمهاء لا قبل دخول ما أمهاتهم هن أمهاتهم إذا دخلت ما ستنسب الخبر سيكون خبر منصوب على نصبه ماذا أيوة ما شاء الله يجد من علامات النصب السكون يا رجلة طيب أين الفتحة هون أيوة لماذا سألت لماذا 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 علامة وصبيل كسرا صح معنا يا عمر سوف عندك هن نعم أستاذ معنى أمهات صح أمهات فإذا دخلت ما بل حجازية ما هن أمهات ولا أمهات ما هن أمهات لأنه هنا منصوب علامة نصبه الكسرة لماذا الكسرة يا أستاذ لأنه جمع مؤنث سالم جمع مؤنث السالم ينصب بالكسرة مثل خلق الله السماوات ما قلنا خلق الله السماوات تمام طيب ثم بعد ذلك جاء هنا الضمير هم أمهات هم صح هنا بس نزيد هم فطبعا لا يكون تنويب الكسرة يكون كسرة فقط ما هن أمهات هم فيكون أمهات فأنا نكتب هنا أمهات سيكون خبر ما منصوب علامة نصب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم تقيمتها تقيمتها طيب الثاني ليس ليس من شروطي أن يكون اسمها وخبروها الحجازية أمه أن يكون أمهات وخبروها نكرتين آه أن يكون اسمها وخبروها نكرتين اسمها وخبروها نكرتين أربعة تمام أمهات لا من شروط لأنفال الجنس طيب نجي ما التي بمعنى ليس ما التي بمعنى ليس عند تميم عاملة مهملة زائدة كل من واحد وثلاثة كل من واحد وثلاثة وقعت في الفخ والله تفكر عملة يا أستاذ المطور ما التي بمعنى ليس عند تميم مهملة ليست عاملة كيف تكون عاملة لا مهملة التي جاء برقم يعني ما معنى عند تميم ما معنى أيش ماذا قلت عند تميم عند تميم يعني عند قبيلة تميم ما معنى عند تميم يعني عند قبيلة تميم ليس عند الحجازيين عندنا ما التميمية نسبة إلى بني تميم وما الحجازية نسبة إلى أهل الحجاز خلاص فالإجابة الصحيحة موشي 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 الأجابة الصحيحة هي مهملة مهملة ما التي بمعنى ليس مهملة يعني لا تعمل دار علامة إعراب خبر ما الحجازية في قولنا ما هن مهملات هي الكسرة حسنت الكسرة الكسرة ضع علامة صحيح نمام العبارة الصحيحة وعلامة الخطأ نمام العبارة الخطأ فيما يأتي ألف تعمل ما التميمية عمل ليس صح التميمية لا غلط 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 أحسنت يا أحمد غلط البطر إلا غزيرا صح أم لا غلط غلط لماذا صح غلط انتقض خبر لا الاقتران الا تمام جيم تعمل ما الحجازية عمل ليس بثلاثة شروط صحيح ما المهملون ناجحين خاطئ ما صحيح يعني صحيح هل جملة صحيح ما المهملون ناجحين صحيح ضع مكانها ليس ستقول ليس ليس المهملون ناجحين صح اقرى الفقرة التالية ثم أجد ما المواطنة الكاملة إلا حق أصيل لجميع مواطن الدولة فما هي مفرقة بينهم في الدين أو المذهب أو العرق أو اللون وهذا الأساس هو الذي قامت عليه دولة الإسلام وهو الذي تضمنته صحيفة المدينة المنورة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم التي أصبحت دستورا يهتري به قادة العالم والزعماء الذين أخذوا يؤسسون لمبدأ العدل بين الرعية أعرب أعرب ما فوق الخط في المسبب المواطنة مفتدأ مرفوعة وعا رفعه الدم لا تعجلوا لا تعجل يا أيها الذي قلت اسم ما إذن إذن سيكون عراب هايش لا مهتبأ مهتبأ خبر مرفوعة لما ترفع لوجود إلا لوجود إلا فحسنت يا عمر صحيفة التي تضمنته صحيفة المدينة فضل يا محمود صحيفة المدينة مفعول به منصوب لا لا يا عمر فضل يا صحيفة من صحيفة أي شيء صحيفة المدينة أيوة كيف فعل مجرور صحيفة المدينة خبر مرفوعة كيف يكون خبرا وهو مجرور يا عمر مدينة صحيفة نحن نعرف كلمة المدينة صحيفة للمدينة صحيفة حق المدينة صحيفتها كل هذه علامات المضاف إلي صح صحيفة للمدينة صحيفة من وصحيفة ماذا صحيفة المدينة هذا شوف هذا مضاف مضاف إلي صح وقلت لكم أيضا حتى تتأكد حتى تتأكدوا أنه مضاف إلي تقول صحيفتها صحيح ضع مكان المدينة ضميرا إن صح صحيفتها مثل كتاب المعليوي فهذا المعلم مضاف إلي طيب انزع كلمة المعلم مدعم مكانها الضمير كتابه نصر كتاب للمعلم طيب التي أصبحت دستورا يهتدي به قادة العالم يهتدي ما له مرفوع منصوب مجزوم ما الذي نصبح خبر أصبح خبر أصبح يعني هل يكون مباشرة نقول خبر أصبح لا أصبحت صحيفة دستورا فأصبحت هي يعود إلى الصحيفة ودستورا خبر أصبح خلاص انتهى يهتدي فعل مضارع مرفوع وترفعها ضمة المقدرة ليس قبله ناصب ولا جاذب أيها الشباب ثم هناك زيادة أخرى هنا أن كلمة دستورا يعني نكرة أو المعرفة تعرفون هذا أو لا دستور نكرة دستورا نكرة جاء بعد هذه النكرة فعل فهذه جملة فعلية تكون صفة أو في محل ناعة لدستور ستأخذون هذا فيما بعد ان شاء الله خيب لكن هنا هذا فعل مضارع مرفوع وترفعه الضمة مقدرة والفعل هنا قادة يهتدي قادة العالم والزعماء به الزعماء وحرف عطف الزعماء معطوف مرفوع لأنه معطوف على العالم لا نعم قادة العالم والزعماء نعم معطوف على قادة خيب معطوف على قادة استخرج من العبارة السابقة ما يلي ما الحجازية وحدد اسمها وخبرها ما هي ما هي مفرقة بينهم في الدي طيب إذا قلت حجازية ما تقول كما قرأت أنا قرأت ما هي مفرقة صح لا تقول مثلي إذا اعتبرت حجازية ستقول ما هي مفرقة فانتبه لابد أن كما قلت لكم لابد أن يظهر أثر دراستنا للنحو على أنسنتنا نعم فنقول فما هي مفرقة بينهم طيب حسنت يا عمر فعلا ظاهرا وآخر مضمرا اسمها هي الضمير مفرقة كيف تخبرها تمام طيب طبع آآ فعلا ظاهرا وآخرا مضمرا هي مضمرا طيب هات هي مضمرا وزعماء الضعماء وهي الضعماء معطوف نحن نريد الفاعل نفسه نريد الفاعل نفسه هو العالة قادة العالم وهي قادة نعم هذا ظاهر اين هي شوف يا محمود هي اوستاذ فامانية اذا اردت ان تأتي بالفاعل ماذا تفعل كيف تبحث عن الفاعل في الجملة ابحث عن الفاعل وفاعل غير ناقص يعني ليس من كانة وخواتها ابحث عن اي فاعل اي فاعل لو فاعل فاعل لم يكن له فاعل لو نائد فاعل سيكون مغير الصيغة صح مبني المجهول يعني طيب فابدأ هكذا ما موطنها ان حق اصير ما يمنفرقت ما في الجملة هذا قامت هذا اول فاعل قابل قامت عليه دولة الاسلام قامت هذا فاعل قام اين فاعله لا عليه يكون هو الفاعل لا اه دولة احسنت قامت دولة الاسلام عليه طيب قامت دولة احسنت هذا فاعل ظاهر طيب تضمنته صحيفة المدينة ضمنت صحيفة المدينة هذا الشيء وصحيفة فاعل والله على بعد ذلك اصبحت دستورا قلنا اصبح هذا فاعل ناسخ ناقص ناقص خلاص يحتاج لإسم يحتاج لفاعل يهتدي قادته قادته فاعل ظاهر كما قال عمر اخذوا يؤسسون هذا فاعل ويؤسسون فاعل ايضا اين الفاعل في اخذوا ويؤسسون هذا مضاف ليه اخذوا اخذوا يؤسسون لا ليس هم واوالجماعة واحسن احسن ته يا عمر واوالجماعة الاثنين واوالجماعة لا يوجد يا احمد فاعل مستتر تقديرهم ابدا اراض ابدا مدرست معنا درس الفاعل لا يوجد فاعل لا يمكن ورجع لدرس الفاعل المصورة اراض إذن يا شباب الإجابة هنا فاعلا ظاهرا ذكرنا كثيرا منه دولة قامت دولة ومنه يهتدي قادته هذا فعلا الله آخر مضمر الواء الجماعة فيه أخذوا وفيه يؤسسون طيب خبرا لفعل من أفعال الشروع واذكر حكم تجرده من أن خبرا لفعل اخذوا طيب طيب خبر اين الخبر لا أنتم عرفتم أن أفعال الرجاء والمقارضة والشروع يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع وهذا الخبر قد لا يقترم لا يؤسسون أحسن أي ما هو الفعل كله فعل والفاعل هذه الجملة في الخبر في محل نصب الخبر نصب محل نصب الخبر وإذن سيكون الواء هنا في أخذوا فاعل ولا اسم أخذ في أخذوا سيكون اسم أخذ صح أنه نفعل الشروع سيكون في الفاعل هنا يؤسسون هو الفاعل المضمر واحد له حكم تجرده من أن ماذا قلت يمتنع فعل الشروع يمتنع نعم اكترانوا خبرها بأن الرابع خبر المبتدأ واذكر نوعه طيب وإن خبرها الموطنة مبتدأ حق بس أصيلوا أن هذا الصفة لحق حق نوع الخبر نوع ما أنواع الخبر خبر مفرد أنواع الخبر مفرد وغير مفرد وغير مفرد جملة وشوفه جملة جملة اسمية جملة فعلية شوفه جملة جرم مجرور أو ظرف طيب ما مهملة مبينة للسبب ما يمتنع السبب انتقاد خبرها أو انتقاد نفي خبرها طيب خبرا لفعل الناسخ نوذكر نوعه لا دستورا أصبحت الفعل الناسخ أصبحت نعم أصبحت واسمها هنا مساء التقدير وهي يعود إلى الصحيفة دستورا خبر يهتدي هنا يا أحمد هذه الجملة الفعلية في محل نص طفع جناعة لدستورا طيب خبرا لفعل الناس يخذ خلنا تفضل ايه سنأخذ شيء بذلك تريد انت انت صرف من قراب طيب تفضل ما في مشكلة ستجد هذا ان شاء الله مسجلا فراجعكم ان شاء الله طيب طيب أدخل ما الحجازية على كل جملة من الجمل الآتية وغير ما يلزم الأولاد لاهون الحجازية ما الأولاد لاهون لاهون ما الأولاد لاهين لاهين يا سلام أحسنت يا عمر ما الأولاد لاهين هذا لاهون جملاهين يعني غاف لاعب لاهية قلوبهم لاهية طيب الجوادان متعبان متعبين حسنت ما الجوادان متعبين نصوب بليار أنا مثلا هذا طالب مجتهد ما هذا طالب مجتهد لأن المهتدى هذا لا ما هذا طالب لا هذا طالب لا ما هذا طالبا مجتهدا لأنه مجتهد هو نعت لطالب يعني أن تحدد المهتدى والخبر ومهتدى هذا اسم الشارع في محل رفع المهتدى وهذا طالب مر الخبر لو كان يعني أن الذي جاء الذي أتى بالوهم في رأسي أنني ظلنته بالألف والأهم هذا الطالب مجتهد لو كان هكذا سنقول ما هذا الطالب مجتهدا فهمت طيب الهندات مهندسات ما الهندات مهندسات أحسنت أكمل الفراغات الآتية الفراغات الآتية بكلمات مناسبة مو مناسبة عفوا واضبطها بالشكل ما الحديقة إلا مرتبة أحسنت ما إن الريح عاصف وشديد عاصف ما عندك وإن ماذا تعمل إن عاصفة نعم صحيح ما عندك خبر ألا خبرا لا لأن عنده هنا شبه جملة وهذا خبر مقدم حصل تقديم وتخير ما مهملة هنا لست حاملة ما عندك خبر ما شوارع المدينة يا أخي خليها مزدحمة ما شوارع المدينة مزدحمة رظيفة والحمد لله طيب احذف منح جزي فيما يأتي ثم اكتب الجملة صحيحة من حيث المعنى والإعرام ما الكريمان مكروهين الكريمان الكريمان مكروهان طيب لا هنا يقول احذف منح جزي فيما يأتي ثم اكتب جملة صحيحة من حيث المعنى والإعرام تحذف منح جزي تكتب جملة صحيحة لكن من حيث المعنى والإعرام المشكلة بس من حيث المعنى لو حرفناها فقط سنقول الكريمان مكروهان مم طيب ما الحياة الدنيا باقية الحياة الدنيا باقية لكن نريد الناف يا شباب طيب نكمل على هذا ونرى ما أهل القدس مستسلمين سنقول أهل القدس مستسلمون ما العلم الهادف مضر صاحب العلم الهادف مضر العلم صاحبه لكن صاحب صاحبه طيب مضر هنا اسم فاعل يعمل عمل الفعل يعني يضر صاحبه نعم ما السبب في إهمال ما في الأمثلة ما السبب في إهمال ما في الأمثلة هنا ما أمرك إلا عجيب الآتياء إلا يا أستاذ نعم نفي خبرها بإلا ما في الفصل مهم تقدم الخبر على الإسم تقدم الخبر على المفتد ما إن أنت كاذب اقتران اسمها بإن ما بالنسب فخرك تقدم الخبر على المتذب رميل إذا دخلت ملح جازية على المتذب الخبر فما عملها وما شرطها مثل ما تقول هذا درسونا كلها طيب تعني ترفع المفتداء يكون اسمها وتنصب خبر خبرها تمام هذا عملهم شرطها سلسلة شروطة التي ذكرناها على السببون وقول مسالا وقول تعالى ما هذا طيب أكتب عبارة مشتملة على ما يلي عبارة أو جملة أو فقرة فيها ملح جازية وما إن تقدم خبرها بإلا وما يتقدم خبرها على اسمها وفعل من فعل الشروع هذا تعبير تكتبونا مشامل أعلم ما يلي قال تعالى ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنها سبق هذا معنى وما محمد إلا رسول ما ما هن أمهاتهم ملح جازية نعم حرف مبني على السكون لا محل له هن ضمير مبنيون على الفتح في محل رفع اسم مال حجازية أمهاتي هذا خبر مال حجازية منصوب على نصب الكسرة وهم مضاف وهم هذا ضمير متصل ومبني في محل محل إيش يا شباب هنا في إن إن نافية وأمهاته هذا مبتدأ وهو مضاف وهم ضمير في محل الجر مضاف لي قال تعالى ما محمد إلا رسول الواو حسب ما قبلها أولوه استئلافية ما نافية بس مهملة محمد ابتدى مرفع نترافية الضمة وإلا حرف استثناء مفرغ لا يعمل ورسول خبر مرفوع أردو أن يكون الكلام عن مال حجازية وهم بحل مفهومة لكم طيب